السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصفة الخامس الابتلائي النهاردة إن شاء الله هنستكمل حديثنا في مناج التربية الإسلامية للصفة الخامس الابتلائي الفاصل دراسي الأول وهنتكلم فيه عن المحور الأول في السيرة النبوية بس زي ما تعودنا قبل ما هنبدأ الكلام هنصلي على خضرة سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملع الأعلى إلى يوم الدين جمعة مباركة طيبة عليكم حبيبي يا رب وصلي على حضرة سيدنا النبي كتير جدا 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 ويلا بينا نبدأ الكلام دايما بقول إن منهج التربية الإسلامية نبتنسيش توقفنا في الصف الرابع الابتدائي عند باعة العقبة الثانية عدنا شهرين على باعة العقبة الثانية وهتحصل أحداث عظيمة هاجر المسلمين ليسرب يسرب أيوة يترب اللي هي المدينة المنورة حاليا والإسلام ابتدى ينتشر وما تبقاش في مكة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر أبي بكر الصديق وعلي ابن أبي طالب يعني معنى كده إيه؟ وعدد قليل طبعا من المسلمين اللي منعهم مانع سواء أهلهم أو المشركين أو خايفين عدد قليل جدا جدا طيب هو لي معلمة حضرتك بتأكدي قوي أن لم يتبقى إلا علشان بيجي لنا سؤال وممكن يقول لنا هل الرسول كان أول من هاجر إلى المدينة ولا آخر من هاجر إلى المدينة كان من أواخر الناس اللي هاجرت للمدينة النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله لم يكن يأذن بعد وهنا كان معه أبي بكر الصديق وعلي ابن أبي طالب وأبو بكر الصديق يا أولاك كان كل شوية يستأذن الرسول عاوز يهاجر عاوز يفر بدينه عاوز يروح عند المكان الآمن اللي يقدر يعبد فيه ربنا سبحانه وتعالى لكن الرسول كان بحكمة وبصبر يقول له لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبة لا تعجل يا أبا بكر لعل الله يجعل لك صاحبة فكان أبا بكر الصديق طمعا قوي أنه هو يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الوقت ده حصلت خطة شريرة من مين؟ من المشركين اجتمعوا المشركين وقرروا أنهم هيقتلوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمشركين عملوا ده يا ترى ليه؟ استفزوهم جدا قوة المسلمين حاصوا بخطورة المؤمنين بقوا كتير جدا في المدينة وبتلوا يتناقشوا هنعمل ايه؟ علشان نقدر نمنع دين الإسلام أنه هو ينتشر وأن المسلمين ما يكونوش قوة زي ما احنا شايفين في الوقت ده نأخذ من كل رجل من كل قبيلة رجلة مش أقولها زي الفيلم يعني ايه معلمة؟ يعني أنا دلوقتي لما كون شخص واحد هيقتل سيدنا محمد هل الشخص ده صعب أن المسلمين ينتقموا منه أو ياخدوا ثقرهم منه؟ لا طبعا سهلة جدا فالمشركين عشان أسكية شويتين قرروا أنهم ياخدوا من كل عيلة أو أسرة ياخدوا منها شاب قوي ويقدونه سيف ويمهدوا كده نفسيا أن هو يبقى جامد ويقفوا حوالين بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ويبقوا حدادهم كبير جدا علشان يقتلوا سيدنا محمد كلهم بضربة سيف واحدة يدخلوا عليه كده ويقوموا نايم يقوموا ضربين السيف في نفس الوقت ويموت فلما يجوا المسلمين ياخدوا ثقرهم أو حقهم يقولوا يا ده ناس جتلقوا وإحنا هنعمل إيه معاهم؟ ده الحدادهم كبير جدا جدا علشان كده هكرروا يختاروا من كل قبيلة رجل ويدول كل واحد فيهم سيف ويجتمعوا حوالين بيت النبي صلى الله عليه وسلم بس تفتكروا بقى يا سنة خمسة هالربنا سبحانه وتعالى ممكن يسابهم يعملوا كده؟ طبعا لا لأن في الوقت ده بقى اللي هم كرروا فيه قتل النبي صلى الله عليه وسلم أزن الله لأن النبي أولاد مش بتحرك كده وخلاص لا بإذن من ربنا سبحانه وتعالى أزن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالهجر وكمان أطلعوا على التخطيط بتاع المشركين لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه جبريل عليه السلام فربنا سبحانه وتعالى أرسل إليه سيدنا جبريل رئيس الملائكة الوحي علشان يقوله لا تبت هذه الليلة على ثراشك اللي انت بتعود ان انت تنام عليه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية الكريمة في سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين يعني ايه أولاد الكلام ده يعني المشركين لما قرروا يكيدوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن هما يحبسوه إن هما يقتلوه قدر ربنا سبحانه وتعالى إنه هو ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمرهم اللي هما عملوه وكشفهم للرسول صلى الله عليه وسلم وده طبعا دايما ربنا بيعمله معانا لأن ربنا قادر إنه يحمينا من أي حد بيمكر بينا أو بيحاول إنه هو يئزينا ذهب الرسول لبيت أبو بكر الصديق وأخبره بالخبر الجميل أبو بكر يا أولاد ابتدى يبكي من شدة الفرح عارفيني بوء دموع الفرح بكى إنه هو هيكون صاحب للرسول وإن ربنا قبل دعواته وإنه هيصاحب ويرافك النبي في الهجر فالرسول وجد أبو بكر كمان جهز ناقتين للرسول وله يعني ناقة يركبها وابتدوا يفكروا هنتحرك إزاي وعلشان سيدنا محمد كان بيطبق دايما مبدأ الشورى والرأي والتفكير أدلوقتي مثلا عناي ويعاني أروح لدكتور السنان؟ لأ فأروح لدكتور العيون عشان هو بيفهم في ده أنا دلوقتي عايز أشتري عربية أروح أجيبها من واحد بيبيع مثلا في مول ملابس؟ لأ عشان كده بروح لأهل التخصص وده اللي كان النبي بيعمله تدى النبي يفكر في خطة محكمة عشان يقدر يفر للمدينة أو يذهب إلى المدينة أو يهاجل للمدينة المنورة فاستعانى الرسول بأهل الخبرة وأول اسم مهم جداً يا سنة خمسة لازم نعرفه عامر ابن فهيرة عامر ابن فهيرة كان عنده أغنام فالرسول علشانه هيمشي هو وأبو بكر بالناقة وأثار الأقدام بكايتهما تبقى معلمة في الأرض كده هما ماشيين عامر ابن فهيرة عنده أغنام كتيرة يمشي وراء الرسول وأبابك فيقدر يخفي أثار الأقدام وأنا شرحتها لكم خالص علشان كده عامر ابن فهيرة يخفي أثار أقدام الرسول من الطريق لأنه كان راعي للغنم وكمان استعانى الرسول صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن قريقت وعبد الله بن قريقت هو اسمه عبد الله بن قريقت هو كان في الوقت ده مشرك لكن كان مع المسلمين يخفي إيمانه وكان عبد الله بن قريقت كان خبير بالطرق عارف الطريق ده بيودي فين بأسرع وسيلة فكان ده للرسول وسيدنا أبابك بطريق بس كان طريق موحش طريق مش معتاد الناس تمشي منه علشان يقدروا أنه هم يتحركوا من غير محد يدركهم ويلحق به وهنا كمان خطت الرسول لخطة أخرى وهي الاستعانى بعليه إن أبي طال وعليه في الوقت ده كان صبي صغير فطلب منه طلبين مهمين جدا واحد إنه هينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم هينام على سرين النبي صلى الله عليه وسلم ويتغطة كويس عشان المشركين يبصوا مش باك يفتكروا إن الرسول لسه نايب يعمل خدعة يعني والحاجة التانية إنه لما يصحى لأنه واثق في نصر ربنا وإنه هو لسه هيبقى موجود ومش هيتعرض لأزم إنه يرجع الأمانات لأهله الأمانات دي كان المشركين بيسيبوا عند المسلمين فلوس وضروع عند سيدنا محمد عشان سيدنا محمد كان إيه صادق وأمين فكانوا بيسيبوا عنده أمانات فقط قال له لأ ترجع الأمانات للمشركين يا علي وافق عليه بشجاعه حتى الرسول لما حاب يطمئنه إنه هو شجاع قال له أنا مش خايف من أي حاجة وبالعكس كان فرحان بالمهمة جدا جدا يبقى عامر بن فهيرة كان يخفي أثار الأقدام عبد الله بن قريكة خبير بالطرق علي بن أبي طالب رد الأمانات وأن ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم الدرس التاني عندنا وهو درس الطريق للمدينة والدرس ده بقى كان فيه من الحاجات اللطيفة جدا جدا اللي هنتكلم عنه زي توفيق الله للرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار الغار والغار هنا بردو كانت غار قديمة جدا جدا ألا وهي غار ثور ركز معايا قوي 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 في اسم الغار اسمها غار ثور الرسول صلى الله عليه وسلم أحكم الخطة وتوكل على الله وذهب مع أبا بكر وتحركوا في الطريق الغير المألوف واختاروا غار يعودوا فيها يستخبوا فيها من المشركين لحد لما يبطلوا يبحثوا عنهم وبعد كده يعملوا إيه إنهم فعلا يقدروا يتحركوا المشركين يا ولاد راحوا عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا لكن الله عز وجل أخفى أخفى يعني أعماهم أغشاهم منع الرؤية عنهم فخرج الرسول وخرج أبو بكر وعلي نائم في فراش الرسول فبصوا لقوا عليه بتدوا تجننه وخرجوا يدوروا على سيدنا محمد لكن كان انطلق هو وأبا بكر ودخلوا الغار مع بعض أول حاجة عملها أبا بكر الصديق دخل قبل النبي ركز معايا وسد الجحور الموجودة في الغار يعني إيه الجحور حفرة حفر كده موجودة جوه الغار الأديم لأنه خايف إن الأماكن اللي فيها حفر في جبل أو في غار إنها ممكن تكون فيها حيات والعيزة بالله عقارب فخايف إن الرسول يؤذى ودخل واستراحى هما الاثنان من عناء الطريق يبقى أبا بكر الصديق إيه الحاجة يا سنة خمسة اللي عملها أول ما دخل الغار سبق الرسول ودخلا قبل الرسول وسد الجحور اللي هي ممكن تأذي النبي صلى الله عليه وسلم أقام الرسول بالغار لمدة قد إيه مهم جدا أن أنت تكون عارف وحضرتك كمان تكون يعارفة إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بالغار ثلاثة أيام غار ثور أنا بأكد على الأسماء غار ثور ثلاثة أيام وده كان مأفي حد تاني هنضيفه للشخصيات اللي في الخطة ألا وهي سيدة السيدة أسماء بنت أبي بكر لأنها كانت حامل وبطنها كبيرة شويتين فطلب منها النبي فكانت تشق خمارها وتحط الأكل كده حوالين بطنها بين بطنها وبين الخمار بتاعها ولأنها كانت حامل كمان في الشهور الأخيرة فما حدش هيشك أبدا إن دي ده طعام لأ دي بطنها علشان هي 6 حامل وده كان من زكاء النبي صلى الله عليه وسلم مين كمان مين كمان هنختاره؟ آه عبد الله ابن أبي بكر ليه عبد الله هيعمل إيه؟ عبد الله بقى هيعمل شغل الزباط هيجيب الأخبار كان يأتي لهم بأخبار كوريش يبقى تاني هقول أسماء مهمة هنسمي الجزء ده من الفيديو أسماء هم أسماء بنت أبي بكر الطعام عبد الله ابن أبي بكر الأخبار تاني أسماء بنت أبي بكر الطعام عبدالله ابن أبي بكر الأخبار طب عبدالله ابن قريقت يعرف ايه الطرق طب من تاني قلناه عامر ابن فهيرة يرعى الغنم ليخفي أثار الأقدام عرفتوا فكرة أسماء مهمة يلا يا أسماء يلا أسماء مهمة أسماء بنت أبي بكر الطعام عبدالله ابن أبي بكر الأخبار عامر ابن فهيرة يخفي أثار الأقدام عبدالله ابن قريقت عارف الطرق والحركات بتاعة الصحراء خرج الكفار يبحثوا عن الرسول ويبصوا على أثار الأقدام وأبو بكر جوه الغرب بصراحة خايف يقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه بصوا كده بس جوه هيشوفنا ولكن الرسول كان بيطمئن أبا بكر بشجاعة وثقف ربنا سبحانه وتعالى ويقول له انت خايف من ايه ما ظنك بسنين الله وسالسة هما دهنا وانت معنا ربنا خايف زي ربنا معينا وفعلا مضت كريش لم ترى الرسول وهو كان لم ترى لا الرسول ولا ترى أبا بكر وبالمناسبة موضوع الحمامة والعنكبوت اختلف فيه أهل العلم ومش مؤكد قوي ولكن احنا هنقول على سبيل الأفلام المصرية القديمة ان الرسول مدهم بالعون اللي خلى المشركين والكافرين يظنوا ويتأكدوا ان الغار دي غار قديمة وكمان ما عرفوش ان الرسول كان موجود هنا قام أبو بكر وسيدنا محمد في الغار يا ولاد مدة كام يوم مهم قوي نعرفها ثلاث ليالي ثلاث ليالي ولما خرجوا دخلوا بقى يعني بتالوا خلاص عارفين انتو ان انا على اول طريق مكة ودخل المدينة حب الوطن بقى حبيبي حب البلد ليه أهل فلسطين قاعدين في فلسطين ومش راضين يخرجوا منها ممكن يهاجروا يسيبوها ليه انت بتحب بلدك بتسافر دول هنا وبتروح هنا ليه بتحب بيتك الوطن ده حاجة جميلة البيت والسرير اللي انت بنمع ليه بتاعي انا رحتي عليه زي غير اي مكان في الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيحب مكة جدا بالرغم انه تعرض فيها الازى كبير جدا جدا عارفين تده يبص على طريق مكة ويقول ايه بقى ما اطيبك من بلد واحبك الي ولولا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك وانطلقوا معايا عمر بن فهير وعبد الله بن قريكة وخرجوا ودخلوا المدينة لكنهم في الطريق كريش كانت بتورسل ناس بقى وقالت ده مش بس ده احنا هنعمل كمان مكافأة لله يقبض على محمد فكان فيه شاب قوي قوي اسمه صراقة ابن مالك يا صراقة المئة ناقة ايه معلمة اللي انت بتقوليه ده ايوة كريش عملت مكافأة ميت ناقة لله هيقبض على سيدنا محمد ويقتله وفي الوقت ده صراقة سمع الخبر تجنن بدأ رحلة البحث عن النبي ولما شايف سيدنا محمد وابا بكر الصديق وعنيه لمحطهم ابتدت الناقة بتاعته تغوص اقدمها وابتدى يقع بالناقة بتاعته معاقله قوي جدا وكان متمكن جدا من انه هو لاكب الناقة لكن دي حماية ربنا سبحانه وتعالى لان الرسول كان ماشي بهدوء كان بيقرأ كرآن وابا بكر كان ماشي وراه يحميه فصراقة ابتدى ينده على سيدنا محمد وعلى ابا بكر ولكن طلبوا منه انه هو يخفي هذا الامر ومقابل انه هو يخرج لان زي الرمال المتحركة كده ابتدت تغوص قدمه ورأسه وجسمه يدخل في الرمر ومش عارف يتصرف مع كامل قوته فربنا سبحانه وتعالى حمى الرسول وحمى المسلمين وسيدنا ابا بكر من شر صراقة ابن مالك وابتدى صراقة ابن مالك فعلا يفكر ازاي هيخرج من الرمال دي الا لما يوعد الرسول صلى الله عليه وسلم وكمان المسلمين بانه هم مش هيخبر المشركين عنه خلوني هنا اقول معلومة مهمة حبيبي انا هتكلم كمان في المحور التاني في اول دارسين في السيرة برضو يعني انا هربط لك الدروس ببعضها فانا دلوقتي انتهيك من اول دارسين في السيرة في المحور الاول وهتكلم على المحور التاني دروس السيرة بتاعته ليه؟ علشان نستكمل القصة الجميلة بتاعته هنتكلم على بناء المجتمع المدني الرسول صلى الله عليه وسلم وصل المدينة بس قبل ما يوصل المدينة وصلوا لقرية قبل المدينة القرية دي اسمها قباء قباء قرية بالمدينة المنورة قرية على بداية المدينة المنورة يبقى وصلوا القرية في المدينة اسمها ايه قباء وابتدأ عليه بن ابي طالب بقى خلاص ناجه ووصل لناك ولاستقروا قبل الهجرة فعلا للمدينة استقروا في قباء بضعة أيام يبقى قباء هي قرية على مقربة من المدينة استقر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكمان أبا بكر وعليه ابن أبي طالب بضعة أيام وأول حاجة فكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقى خلاص احنا بنبني المجتمع بتاعنا الإسلامي وهو بناء المسجد وهيسموا المسجد بتاعنا مسجد قباء ومسجد قباء أول مسجد بنية في الإسلام يبقى اسم المسجد أول مسجد بنية في الإسلام مسجد قباء أنا الكمباوند بتاع اسمه درة سمي المسجد درة أنا المكان اللي سكن فيه اسمه شارع الإخلاص يبقى سمي المسجد ده مسجد الإخلاص فكان بطبيعة الحال المدينة دي اسمها القرية أسفى اسمها قباء فبالتالي كان أصبح اسم المسجد مسجد قباء يبقى إذن أول مسجد بنية في الإسلام هو مسجد قباء والرسول صلى الله عليه وسلم لما أتم لما وصل للمدينة كان في التسمية في اللغة بتاعتنا في السيرة النبوية الناس اللي في المدينة دول نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم علشان هما نصروا الرسول يعني وقفوا مع الرسول علشان هما بيحبوا الرسول فبنسميهم الأنصار الأنصار شافوا سيدنا محمد كل واحد فيهم يبتري يشد في النقة بتاعت الرسول عايزة تيجي عند البيت بتاعه علشان عاوز سيدنا محمد يقعد معي ويقيم معي في المنزل بتاعه فالرسول يعني اتحرج منهم جدا جدا كلهم عاوزين الرسول فقال لهم بصوا دعوها فإنها مأمورة يعني صبوها تمشي وهي هتقف عند المكان اللي ربنا هيختاره إن أنا هاقيم فيه واستمرت الناقة تتحرك تتحرك لحد لما وقفت عند دار أبي أيوب الأنصار الرجل ده وقفت عنده الناقة يبقى إذن هاهنا المنزل إن شاء الله يعني ده المكان اللي أنا هنزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هيقعد فيه أبو أيوب الأنصار أخذ حاجة النبي من فرحته وقال للرسول أنت بقى رسول الله بيته كان دورين يا ولاد قال له رسول الله بقى يقعد في الطابق العلوي وأحلى طابق عندي وأنا وولادي وأسرتي هنقعد في الطابق السفلي في الدور الأول علشان ما نزعكش الرسول لكن الرسول كان عنده خلق وأداب فكان الرسول بالمؤمنين رؤوف رحيم فاختار الرسول أنه هو اللي هيقيم بالطابق السفلي علشان الناس هتيجي تزور الرسول فما يعملش إزعاج وألأ لأهل بيت أبي أيوب الأنصار اللي نصره النبي وأول الأقيم أقيم عنده النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو أيوب الأنصار ثم نتحدث عن بناء المسجد بناء المسجد أنا طبعا هنا بصوا لو أنتم ركزتوا معي أنا هنا في الطريق إلى إحنا خلصنا ده في جزء لم أذكره في معلومة مهمة جدا جدا لم أذكرها أن الرحلة من مكة إلى المدينة استغرقت ثمانية أيام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على سيدة اسمها أم معبد والسيدة دي كانت في خايمة على الطريق كان وظيفتها أنها بتسكي وتطعم أي حد يمر عليها ودي معلومة مهمة جدا جدا لازم نكون عارفنا يلا بينا ننتقل أنا طبعا يا أولاد دلوقتي في المحور الثاني سامحوني بس علشان تبقوا فاهمين أنا فين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عشان بس أنا بحاول أن أنا أربط السيرة زي ما احنا شايفين كده نربط السيرة مع بعضها في الأفكار بتاعتها لشان أفكارنا تبقى وراء بعضها متسلسلة يعني اهو أنا هنا طيب يبقى هنا نتكلم على إيه نتكلم على بناء المسجد أول عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزوله بدار أبي 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 الأنصار أنه هو قرر أنه هيبنه مسا وكان الرسول بنفسه يساهم معهم في البناء يشي للحجارة حتى أن الرسول ملأ الغبار صدره والصحابة طلبوا منه أنه هو يستريح لكنه واصل العمل وكان بيحمسهم يقول اللهم لا عيش لإن قعدنا والنبي يعملوا لذات من العمل المضللوا يعني احنا مش هنعود الرسول هيشتغل زيه وزيكم وهم بينشدوا والنشاط يقولوا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وكان فعلا الرسول بيرد عليهم دايما ويقول لهم لا عيش إلا عيش الآخرة فرحة من مهاجرين والأنصار وهنا ده التعاون في أبهى صورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيساهم ويشارك بنفسه في التعاون في الخير وأنه هو بينهاهم أنه هم يبعدوا عن أي حاجة ربنا سبحانه وتعالى حرمها ويبعدوا عن أي حاجة تفسد العلاقة الطيبة ما بينهم وما بين بعض واستمروا يا ولاد في العمل في بناء المسجد لمدة حتى اكتمل بناء المسجد وهنتكلم على تفاصيل مهمة جدا جدا في المسجد بس مش عارفة ليه حسن أنا عايز أأكد أن الهجرة من مكة المدينة استغرقت ثمان أيام ثمان أيام استمر الصحابة في العمل في بناء المسجد وكان المسجد ليه مواصفات إيه يا مواصفات المسجد؟ أول حاجة أن بناء المسجد نفسه كان بناءه من الحجر وأرضه من الرمال الأرضية بتاعت المسجد السجاد بتاعه كان رملة الأعمدة بتاعت المسجد كانت جزوع النخل سقف المسجد كان من جريد النخل مساحة المسجد من الشمال لليمين 10.50 10.050 متر 10.050 متر مربع من الشمال لليمين كده نكتبها بالأرقام 10.50 حتى تطور المسجد وأصبح بالشكل الرائع اللي إحنا شوفنا النهاردة ربنا يا رب يرزقني عودة ويرزقنا ويرزقكم جميعا يا رب زيارة المسجد النبوي وزيارة البيت الحرام الكعبة المشرف يبقى الصحابة استمروا في العمل بالمسجد لما اكتمل بناء المسجد يبقى هنا اكتمل بناء المسجد من الحجر وأرضه من الرمال وأعمرته من جزوع النخل وسقفه من النخيل وكان مساحته 10.50 متر مربع أول عمل قام به النبي كان بناء المسجد تاني حاجة كان المؤاخة يعني ايه المؤاخة بقى؟ مؤاخة بين الناس اللي هجرت تركت كل حاجتها وفلوسها وبيوتها وحاجتها والناس اللي هتمصرهم هيخليهم ياولاد إخوات مؤاخة على العدل وعلى الرحمة وعلى التعاون فاتفاق إن المجتمع ده هيكون مجتمع متكافل مجتمع كل الناس فيه واحد فكتب حل للأزمة الاقتصادية إن المهاجرين سيبين كل حاجة والأنصار ما شاء الله عندهم حاجات كتير فيلا نقسم بالعدل والتعاطف والحب فالأنصار دول اللي عملوا ده بمنتهى الحب يعني أنا بقيت أخو فلان فمعايا مثلا محلات فأنا هو النص وهو النص عنده بيت دورين أنا دور وهو دور عنده ناقط عنده جمل فنقسمهم جمال نقسمها مع بعض فالأنصار دول عملوا حاجات محدش يعملها علشان كانوا كرماء جدا وعندهم إيثار وعندهم تعاون وعندهم رحمة فالله عز وجل أنزل في حق الأنصار قول الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خاصصا ومن يوقش عن نفسه نفسه فأولئك من مفلحون وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم شكر الأنصار على هذا الموقف الرائع اللي مسلوا فيه ميصار رائع للتواضع وكمان لحب العمل تالت حاجة هنعملها هنكتب صحيفة للمدينة هنعمل قانون صحيفة دي من أهم الحاجات اللي عملها الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وصيقة دستورية قانون بيجمع بين مين ومين بقى لأن المدينة كان فيها يهود برضو كان فيها ناس يهود برضو لكن كان عاوز يعمل لهم أسس للتعايش والمواطنة وحسن الجوار أسس للعدل والإنسانية أنا مسلم وإنت مسيحي وإنت يهودي عايشين مع بعض لكن فيما بيننا قانون بيحكمنا فيما بيننا ضوابط بتحكمنا علشان كده حلاقة الرسول باليهود في المدينة كانت مش علاقة وحشة بالعكس كان فيه أساس وضعوا النبي صلى الله عليه وسلم للتعايش وهنتكلم عن الدرس التاني في المحور التاني الرسول ويهود المدينة بعد لما آخر رسول بين المهاجرين والأنصار وعمل أسس للتعايش في المدينة وقال لهم إن انتوا شركاء في وطن واحد ومكان واحد وابتدى إن هو يحدد أسس للتعاون والوفاء بالعهد وإن هم يعيشوا إزاي متحبين مع بعض الرسول صلى الله عليه وسلم عمل الوثيقة دي حفاظا على حققنا وحققهم بس يا ترى هم اليهود اللي كانوا موجودين في المدينة وده اللي يهمني على فكرة في الدرس ده أهم من البنود يعني أنا عايزك تعرف كده بشكل مجمل البنود ولكن أنا عايزك تعرف لنا أقوله دلوقتي حالا من يهود المدينة؟ هم من اليهود اللي كانوا يا معلمة موجودين في المدينة؟ تلت عائلات سكنت المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث قبائل يهودية يهود بني النظير يهود بني قريزة يهود بني قينقاع تاني تلت عائلات يعني تلت طبائع مختلفة كل عائلة منهم لها طريق التفكير مختلفة وده هنحتاجه إن شاء الله لو كان لنا العمر في الصف السادس وفي الفصل الدراسي التاني وأقول لكم ليه لازم تكون عارف أن اليهود اللي كانوا موجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النظير يهود بني قينقاع ويهود بني قريزة الصحيفة اتكتبت فين مهم جدا تكون عارف في دار أنس بن مالك أنس بن مالك تم تازيز صحيفة في داره وكتبت بين المهاجرين والأنصار وعدد البنود اللي اتكتبت فيها النقاط اللي اتكتبت فيها واحد وخمسين بند تاني اليهود كانوا من اللي عايشين في المدينة تلاتة قبائل يهودية ثلاث ثلاث قبائل يهودية يهود بني النظير يهود بني قريزة يهود بني قينقاع كل حد منهم كان ليه طبيعة مختلفة أنا عيلتي غير عيلتك طريقة تفكرنا طريقة احتفالاتنا طريقة خروجاتنا غير العيلة بتاعتك طريقة الغضب غير هنا يبقى كل عيلة ليها طباعة مختلفة اليهود دول الصحيفة اللي اتكتبت عشان تحفظ حقوقنا وحقوقهم في المدينة واحد وخمسين بان اليهود دول كتبنا المعاهدة دي فين؟ في بيت أنس ابن مالك رضي الله عنه بسرعة جدا هقول لكم الصحيفة دي البنود بتاعتها بتقول لنا ايه؟ بتقول لنا الوحدة بتقول لنا العدل بتقول لنا المساواة بتقول لنا الرحمة بتقول لنا السلام بتقول لنا تقبل الآخر الأمان كل الصفات الحلوة حسن الجيرة الحماية كل دي من بنود المدينة المنور أو أسفة من بنود اللي حطها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين في بنود التعايش في المدينة المنور أنا عارفة أن أنا طولت عليكم ولكن احنا كده شرحنا درسين سيرة من المحور الأول ودرسين السيرة من المحور التاني إن شاء الله استودعكم الله واستنوني الفيديو الجاي إن شاء الله هنختم فيه السيرة وهنتكلم فيه على قصة سيدنا موسى عليه السلام بشكركم جدا جدا واتمنى تكونوا استفدتم واستمتعتم في هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته